لكن ما هو ملاحظ بأن عشر سنوات من العمل في صنعة من قبل المنظمات الدولية لم يتغير شيء حتى جاءت الحكومة الشرعية ومدعومة بالمجتمع الدولي لنقل المنظمات الأخيرة نعم من إجراءات الأخيرة، من إجراءات البنك المركزي، المنظمات الدولية، بعض القطاعات ذات الإيرادات الكبيرة مثل الطيران وغيرها هذه عملت نوع من الهزة بالنسبة لجماعة الحوثي، فهي تحاول أن تستبقي أكبر قدر ممكن من الموارد المالية هذه موارد مالية كبيرة جدا، بالذات من المنظمات الدولية والمنظمات الأممية هذه من الموارد التي أدرت على الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر مليارات الدولارات خلال العشر سنوات الماضية إذا كانت مثلا الدول المانحة وفي مقدمتها السعودية والدول الخالية تتحدث عن 30 مليار صرفت باسم اليمن وأنا أقول باسم اليمن خلال السنوات الماضية ولم يتغير في حال اليمنين إلا الأسوأ فنحن نتساءل أين ذهبت هذه المليارات إذن وتدار من قبل هذه المنظمات أيضا بالتعاون مع منظمات وطنية هنا كان نشأت شبكة مصالح بين منظمات دولية ومنظمات أممية ومنظمات محلية وما إلى ذلك وكانت تدار من قبل الميليشيا أيضا تحت إشرافها المشرفين جماعة الحوثي كانوا مسيطرين على المنظمات الدولية الأممية وغيرها منذ بداية وضعت استفسار كبير لم تذهب كثيرا عن سؤالي أنه عشر سنوات تعمل بهذه الكيفية وهناك تقادم بين المنظمات لماذا الآن بعد هذه الإجراءات اتخذت مثلا جماعة الحوثي أن تضيق الخناك على المنظمات هي لا تضيق الخناك على المنظمات هي الآن إذا جاز التعبير تتخذ من الكتلة البشرية الأكثر كثافة في المناطق التي تسيطر عليها تتخذ منهم مادة للمناورة وليستبقاء هذا المورد الكبير جدا المتمثل في المساعدة الإنسانية الطارئة باسم أو الموجه إلى الكتلة ذات الكثافة السكانية العالية التي هي المحافظة الشمال ووسط وغرب اليمن إذا تم نكل المنظمات الدولية إذا بالفعل استطاعت الحكومة المعترفة دوليا أن يكون لها يد في توجيه المساعدة الإنسانية الطارئة والإشراف عليها حقيقة فإن هذا سوف يفقد الميليشيا أموال طائلة وبالتالي هي تناور هذه النقطة الأخرى هناك اتهامات من قبل الأطراف المناوئة لجماعة الحوثي أو المحاربة لجماعة الحوثي أو أعداء الحوثي أو كذا متمثلة في الحكومة الشرعية وحزب الإصلاح وغيرهم هؤلاء يتهمون المنظمات الدولية بأنها متمالئة مع جماعة الحوثي وبأنها تسلم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى جماعة الحوثي وبأن جماعة الحوثي تزرع الألغام وتستلم أكثر من 14 مليون دولار دفع واحدة من قبل بعض المنظمات الدولية لززع الألغام تستلم سيارات دفع ربائس تخدمت في الحرب وغير ذلك تتهم المنظمات الدولية هذا سيفيد أيضا المنظمات الدولية في أن ساحتها نظيفة بأنها ليست على وفاق مع جماعة الحوثي وليست طرفا في هذه الحرب بينما الجماعات الأخرى مثل كما قلت يعني الإصلاح والمؤتمر وغيرهم يتهمون بعض الناشطين أين الفلوس والحملات التي تدار من وقت لآخر عبر السوشيال ميديا يتهمون المنظمات الأممية والدولية بأنها تمول بشكل أو بآخر جماعة الحوثي بأنها تسلم إما تسلم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى جماعة الحوثي أو تهرب حتى أسلحة هذه الاتهامات ينبغي أن يتم تبييضها أيضا ربما هذا في إطار نوع من إظهار صفحة بيضاء للمنظمات